السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيلم اسمه باتمان. باش باتمان لا باتمان. رجل حفاظات او رجل فاط الصحية. انا انا باش بعمل لخطات فليم. لكن الفيلم في افكار علمية ظريفة. نقدر نحن نطبقها. الفيلم اخد سبعة وتسعة من عشرة. سبعة وتسعة من عشرة. ده تقييم كواس جدا يعني. فيلم هندي بيحكي قصة شاب بيلاقي مشكلة. الموضوع عن الفاط الصحية غالية جدا. كان بخمسة خمسين ربيع. فبيحاول ان هو يلاقي بديل. وبيحاول ان هو يصنع بديل. بيعمل هندسة عكسية. هو راجل بسيط خالص. ما يعرفش انجليزي. ما يعرفش كمبيوتر. ما يعرفش هذا خالص. لكن نفسه يساعد. فهو بيحاول ان يخترع بديل. يكون سعره كويس. يعني هو بيخترع حاجة مش موجودة. لكن الحاجة دي بتفيد الناس. وبيتنع امراض. لكن غالية جدا. فهو بيحاول ان هو يلاقي بديل. ينفع الناس كلها تستخدم. وبدأ يشتغل على الموضوع دوت. عمل تجربة وفشلت. تجربة وفشلت. تجربة وفشلت. وكل مرة بيطور. وكل مرة بيحسن. وكل مرة. لكن حتى الان هو شغال بسلوب بداية خالص. بعد كده بيبدأ يفكر. طب ايه الفرق بين المادة اللي هم بيستخدمها. والمادة اللي هم بيستخدمها. مش هم والاتنين قطن. فبيروح لمصنع ويطلب بقى ان هو يحلل الحاجة دي. خلانا نتكلم مثلا كالوح شمسية. انت جبت الوح شمسية لكن لديت الادة بتاعها قليل اللي انت عملتها في البيت. فلازم تعرف ايه الفرق بين ده وده. فبتروح للمركز ابحاث. يقول لك ايه الفرق وليه الادة قليل. فبدأ يكتشف اه لا ده هم بيستخدموا قطن. لا ده دي الاف صناعية. طب الالاف صناعية دي بتتجاب منين؟ يبدأ بقى يدور. لا ده مفروض تروح لحد متخصص في الجامعة وكده. فبدأ يروح. بدأ حد يقول له طب تعلم دور على الانترنت. هو بدأ يدور يعني بدأ ايه؟ بدأ ما هو كان شغال في قرية مقفولة. لا بدأ يطلع على ثقافات العالم. هل في حد صنع حاجة تنفع تبقى نستخدمها حاجة نعملها. يعني حد مسلا عايز يعمل طبع صلصية الأبعاد. لكن لها غالية. ما يستسلمش ويدور على الحاجة. او صرص حاجة بديلة. حاجة كذا. فبدأ ان هو يدور لحد ما لا يوجد حاجات. عارف بقى فكرة المكناة اللي بتتعاملها والحاجات دي كلها. لكن استصدم بسعرها بالملايين. فقال لك. طب تعلم فكر المكناة دي بتعمل ايه؟ بدأ يدور. فلا المكناة دي بتعمل اربع حاجات. عشان تعمل صحية في مادة كذا بتدخل هنا ومادة بتدخل هنا. وفيه هو يعقمها وفيه 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 وفيه. فالفكرة نفسها طبعا انا اعمل اربع مكنات كل مكناة بتعمل جزئية ديت. وعملها هنا بسلوب بسيط. فبدأ ان هو يعملها. وبدأ ان هو يصنع الحاجات دي وبدأ ياخد جوائز. لكن يعني اهل قررته طبعا يعني ايه انت هل انت مشهور بي دوت يعني حاول تشتير بحاجة علمية ان انت عملت حاجة كويسة. فس هو مستقس وعمل يطور. لكن هو كان عنده طول الوقت ده مشكلة. اللي هو ايه؟ التسويق. وده غلطة ناس كتير جدا بتقع فيها ان هو مركز على الجانب الاكاديمي والجانب العلمي لكن التسويق عنده زيرو. فقدرا كده عشان ما احرقش احداث القصة. في واحدة بتقوله لا انت التسويق حاجة زي دي استات بس هي اللي سوابها بينها ومن بعد. فانت ركز ان انت تطور التصنيع وركز ان انت تطور الطريقة وركز وخلي الناس التوقري يشتغلوا معاك وتعلمهم وتخليهم صنعوها وهو الحاجات دي كلها. وصيب احنا التسويق. وفعلا نعمل كده وبدأ يطلبوه مؤتمرات علمية ويكرموه والحاجات دي كلها. هو ما بعرفش تكلم انجليزي خالص ما بعرفش كمبيوتر ما بعرفش كذا لكن هو عنده اسرار فبيبدأ ان هو حتى بيشرح للناس بطريقة بسطة خالص. لكن خلينا نفكر في يعني كبحث علمي يعني ده الفيلم ده ممكن يتدرس مثلا كطريقة للتفكير العلمي وطريقة لتطوير الحلول. انت عملت حل بيش لازم هو الحل ده الصح. لازم تشوف هل فيه تطوير هل فيه احسن. بيش مطلوب مني ان انا اختراح حاجة محدش اختراحة قبل كده. يعني فيه فرق بين انا ابداع وابتكار. ابداع يبقى انا هابدع حاجة محدش عمله قبل كده. ابتكار هاخد اختراع وزود عليه حاجة. يعني فيه حد عمل حاجة معينة. حد مثلا عمل اللواحة الشمسية. انا خلي اللواحة الفكرة ان انت بتزود حاجة. اه لا ده فيه ناس عاملين مكانة كده انا هزود خاصية صغيرة. احسن تحسين حتى لو واحد في المية اتنين في المية. وهكذا تبدأ ان انت تتصور. فيه حد عامل منتج. مسلا شركة بتعمل اساس اللي هو متداخل او متعدل استخدامات. طب انا حاول انا عملو. وابدأ ان انا عملو. وابدأ افشل واعمل تاني. وافشل واعمل تاني. لحد ما قدر اوصل لالحاجة اللي انا عايزها. اه الفيلم يعني. المية ان هو فيلم حقيقي وفيلم تجربة حصلت. وممكن ايه تديك حافز ان انت اه ممكن ان انا اطور في مجال الشغل بتاعي حتى الحاجة بسيطة لكن الحاجة دي تراكمات هتبدا انها تأدي نتائج كويسة ان شاء الله.